السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد وخبار جديد اليوم سوف نتحدث عن مباراة النتائج منهم ونفصله في الوثائق وطريقة رفعها على الموقع سوف نتحدث عن مباراة السجون وكيف يمكنك رفعها على الموقع ونتحدث عن مباراة الوقاية المدنية سوف نتحدث عن مباراة المدنية وننتحدث عن مباراة المدنية وننتحدث عن مباراة المدنية ونطاريخ الماضي من 24 مارس إلى جوش أبريل من العام 2021 مغلولة تاريخ هذا من 24 مارس إلى شوش أبريل 2021 بالنسبة لإجراء الامتحان يكون إن شاء الله في الرباط أعطيكم العنوان مديرة العامة الوقاية المدنية كائنة بشارع ابن رشد أقدال العنوان كائن كلكم أتبشي من نفس المركز على المترشيحين واردة أسماءهم في جدول أسفلهم يعني الناس اللي هم مع بانوا أسماء ديولهم في اللائحة ضروري استحضار معهم بطاقة التعريف الوطني والإصداء والإصداء الذي أعطيه معكم وبطاقة التعريف الوطني والإجراءة مهمة لكلما أجبتهم فكتسمى الطالب لك ملغي ندوس ونتكلموا على المماء ومديران فيها هذا المباري فيها على رفع الوطاق لو أجيب معك لك بالنسبة لجدول النتائج إن شاء الله نخليكم صندق الواصل لما لا أرى أن تقبلوا لا نخليكم صندق الواصل لديكم مباشرة إلى اللوائح المدعوين إن شاء الله توفق فيها لدينا مباراة أخرى إدارة السوجة بالنسبة للمباراة فخرجوا لنتائج الاختبار الرياضي سوف يتدوزوا اختبار الشافي والمترشيحين في اختبار الرياضة والمدعوين نسخة نسخة بطاقة الوطنية نسخة إلى الأجل النبوات و نسخة ضعوين مسلم من طرف الامن أو أليس السيجن العدلي سيجب السيجن العدل أو السوابق القضائية لتجلب السوابق القضائية مسلم من الطرف الامن الوطني نسخة تجربنا نسخة ان تأتيجوا نسخة بطاقة نسخة 30 درهم و دفعوا لبقاء وغالبا بطاقة سوابق القضائية حسن السيرك توجد ما بين السيمانة و عشريين وبالنسبة للسجل العليف فأنا نريكم الطريقة إن شاء الله فتبع ما نحصل لأخير وكما كنت تحسكينا واحد للملاحظة قليل يتعين ورفع سير الداتسية في الموقع الإلكتروني يعني لكم دابة حالا طريقة دي الرافع كذلك يجب إدلاء بطاقة طريقة وطنية قبل الولوج إلى مقال خسيبه الشفوي كذلك يمنع الهاتف المحمول ويجب إحترام إجراءات الإحترازية المعتمدة اللي موجد فيروس كورونا والحضور في وقت محدد فدبا ندوزو نهضرو على كيف تدريو ترفعو يعني السيفي في الموقع الإلكتروني ديال المندوبية ديال إدارة السجون وكذلك نوريكم كيف تدفعو طالب باش طلبوا السجل العدلي يعني بلا ما تشووا طلبوه لسمه ممكن لكم إنكم طلبوه غير في أف أف أباغ إنترنت ومن بعد ميك يوجد ليكم قايت شوو جيبوه من المحكمة الإبتدائية فدبا ندوزو نعرفوا الطريقة بالنسبة لطريقة ترفع الوثائق فكذلك طبعا ندوزو طبعا ندوزو طبعا رابط صندوق الوصف كذلك تجيوك الدب التقاوطني لكم أول حاجة رقم التقاوطني لكم ثاني حاجة رقم الهاتف اللي تجلتو به المباراة يعني كتصالوا مبارئين طبعا هي مراقب مربي والمراكز المختارة كتديروا الدخول وكتلع لكم التصفحة هذي كما تشوفون هنا هنا رفع الوثائق هنا سحب الاستدعاء ثم طبعا عزدوا أول حاجة برافع الوثائق تضغطوا على رفع الوثائق أطلع لكم التصفحة هذي ومن بعد أن أطلع لكم التصفحة هنا هنا أصلا يمكنكم مع السيفي تجيوك تديروا شوى زيان في شيء طبعا الحال يكون السيفي يكون عندكم ديجة بدايف يعني لكم تصغر بدايف بالنسبة للناس اللي يمكنك عفو شي يسكاني بالتلافون بدايف فأنا قدرت وحد للفيديو كيف يشرح ذلك شي كام كيف تسكاني و أي واثقة بدايف هنخليكم طبعا صندوق الوصف هتديروا شوى زيان في شيء هتضغطوا عليها و هتتخسروا السيفي ديالكم بالنسبة للإستدعاء كيف يجديروا تسحب الإستدعاء فا قدرتوا على الاسدعاء و طبعا كيف يخرجوا لكم الاسدعاء ديالكم بالاسم من ديالكم الرغم بطاقة وطانية و لمعلومة ديالكم كاملة فهذه طريقة ديال رفع السيفي و كدلك الساحب الاستدعاء والذي لا يمكنك إمكانكم طريقة تطلبوا السجل العدلي و كيف يشتبعوا الطلب لكم و من يجيبوا هات السجل العدلي بالنسبة للطلب للسجيل العدلي سوف نريكم كيف تطلبوه و كيف تتبعو الطلب و ان شاء الله منك يوجد كتبشوا و تجيبوه من المحكمة الابتدائية اللي كانت في مدينة فبقوا ما نحصل الاخر بشوفوا طريقة لطلبوا بها السجيل العدلي اول حاجة تدخلوا لهذا الموقع هذا كتديروا تحميل السجيل العدلي كتدخلكم منها باول ايدروني طلب السجيل العدلي تضغطوا عليها تضغط لكم هذه الصفحة تضغطوا هنا تقديم الطلب تضغطوا على يورجل الطلاع عقوب و شرط استخدام الخدمة قبل بدء العملية تضغطوا اوكي و مكان المال تضغطوا مكان اللي تخلقتوا فيه تضغطوا بدء العملية موراها تتعاملوا واحد الرمز للتحقق يعني تكسبوا نفس الاشياء اللي كانت في المربع هذا مثلا زي مكتوب س س ا ك اك تضغطوا الخطوة التالية موراكي ما كتشفوا هنا كتفوا موحدة الملاحظة مهمة تقول لك يجب من الطلب بالنسبة معلومات الموجودة ببطاقة تعريف الوطنية بالنسبة الاشخاص الموجودة بالمغرب فيتوجب عليهم طلب باللغة العربية فهنا كتعاملوا اسم عائلية لكم اسم الشخصي لكم كذلك اسم لكم دين الاب يعني اسم الاب لكم كامل اسم دين الام كذلك كامل تاريخ الميلات كده كنت تختار الشهر ونهار وكل شيء اه هنا يا الجنس تكتو دكرة انا اولا اونتا منتمنت لما عندهم شي شهر ونهار فهنا عدو الله اتوفر على يوم وشهر الميلات بمثبت الحلائيين كدهكم اختيارات كاملة الميلات كتعاملوا الميلات هنا كنتو بيدور مكان الميلاد هناك تختارو العاملة اولا الولاية اللى لتخلحتوا فها والسح الجماعة اللى تخلقتوا فها هناك الاجنسيات دلو تلك قناة جنسيات عبيبية اولا جنسيات راكم بيطاقة وطانية تعمروا راكم بطاقة وطانية وهنايا كتبكم تختارو واش عمل بيطاقة تعرف بيومتري كتدلوا نعم اول لا على الحسد كل واحد والبرد اكتروني ديالكم كتتعمروا هنا هناك تدوم راكم الهاتف عنوان بالمغرب او بالخارج تدور الدولة العنوان الجماعة والرمز البريدي بالنسبة للرمز البريدي يمكنكم ان تدخلوا الانترنت في جوجل وتكسبوا غير الرمز البريدي او للعنوان وانتصال لكم الرمز البريدي ومبل ما امرت جميع المعلومات قليل تجير تحت الخطوة التالية تضلوا القليل بالنسبة للGU ونتظروا الجهة الخلفية و confian في الجهة هنا تضغطون على هناط ąd اختروا صورة ومن بعد نصف طريقة تقديروها الجهة الخلفية للبيت القاوطنية ومن ثلاثة شيء كامل تقديرو الخطوة التالية فبعد ما صورت بيت القاوطنية فقد خلق لكم معلومات لكم كامل اللي عمرتوها كدخل لكم الاسم دلكم العنوان دلكم كل شيء يريدون تبدلوش حاجة فيه كما كتوفوا هناك إنه خانة صغيرة مكتوبة هنا تغيير إذا أريدوا أن تبدلوا شيء حاجة كما كتوفوا بيت القاوطنية يعني صورتها وهناك يقول لك هنا لتحت تأكيد السجل لعدل وثيقة سرية وشخصية لا يمكنوا أن يطلب بطاقة رقم ثلاثة إلا أشخاص المعني بها بعد يطلقوا بما يثبتوا هويته ولا يمكنوا تسليمها لغيره إلا بناء على توكيل رسمي خاص المادة السمية وثمانية والسي من قانون المسترة الجنائية كديرو أتصرح بأن المعلومات التي تم إدخالها صحيحة وقديرو الخطوة التالية وقدت النوحة شوية هنا كنت تلمون لكم الطريقة كيف تختاروا يعني كيف تتسلموا الوثيقة ديالكم فكما كنتشوف هنا 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 طريقة تسليم كتضغطة في حلقة وهنايا كيقول لكم شو من بلاصة أنكم تقدروا أنكم تسلموا فيها السجل العديد ديالكم فطبعا هنا هنا تخسروا من في كنية المدينة ديالكم المحكمة المستدائية كتخسروها فمثلا أنا عندير عندير مثلا من قصر الكبير يعني وعنديرو تسجيل الطلب كنتضغطوا على تسجيل الطلب وهنايا كنكونوا أننا يعني تسجيلنا الطلب ديالنا يعني طبعة الحل على أكمل وجه وهنايا كتجولنا كينو الطباعة باش كتطبعوا هنا يا في حال الغيسي ديال يعني مثلا هالي عتمشونتو معي الدول السجل العديد ديالكم الدول مدلو الوريقة هادية وعتقون ليهم يعني أنا ندفعت السجل العديد في انترنت وبغيت نتسلمو يعني كيما كتشوفوها هوايا كينا تم تسجيل طلبكم كتاكم تحت الرقم هذا هو الرقم المهم أنكم وليد حساجوه باعتكونوا غادي انتم المحكمة باعتوريو مدل الرقم هذا بشتكم سجل العديد ديالكم وطبعا تلحال كالتيش ارجمو كتجيو هنا يكينا لحد تدور انا الصفرة كيما كتشفوو هنا ببادائف كتضغطو عليها هات بادائف هادي وكتختارو فيها تحطو الوثيقة ديالكم مثلنا عندي لها في تيش ارجمو كندير سوفقا غدي وهنا كنكون يعني آآ طلبت آآ سجل العديد ديالي ديالي لا ما عليها إلا نشوف يعني ندر التسبوع ديال الملف ديالي آآ حاجة اللي عنوصيكم ليه هو أنكم تكبيوا هذا دقم ذهذا كتكبيوا بحلقة قدروا له كوبي وعندروا العودة الى الصفحة الرئيسية هناك ما كتشوفوك هنا بزاد الخسيرة كدروا متابعة الطالب يعني باش شوفوا الطالب ديالكم فينا هو كدروا الولوش كدروا في حالي ده هناك تطلبون لكم رقم الطالب عشو كنت قلت لكم هنا كوبيوا بس فقط تشوفو به يعني الطلب ديالكم كدروا في حالك كتكبيوا نوع آآ ورقة تعريف كدروا بطاقة وطنية وهنايا رقم بطاقة الوطنية ديالكم كتكسبوها وقدروا دخول هاوا مثلا كي يقول لك الطاريخ اللي درت فيه يعني آآ الملف ديالي والوضع ديال الطالب يعني طالب جديد من هالي عيوجود لكم طالب ديالكم يعني كتبون لكم اعقول لكم انه طالب يعني موجود طالب يعني كاينة فهذه الطريقة ديال السيجين العدلي كيف تستخرجوا يعني كيفاش تطلبوا عفواً السيجين العدلي من الانترنت كتمنى ديالكم استفتوا منها فهنا قد يكونوا صعين نهاية الفيديو كتمنى ديالكم استفتوا كامل بيكم كتمنى ديالكم ندروني واحد لايك كذلك اشتركوا في القناة وفعلوا زل جانس وغليكم اي جديد بحنا كنحطوا جيدة المباريات كاملين وجمال اخبار للمباريات كذلك لك عندكم شي سؤال فمح لكم في التعليقات ديال الفيديو طبعا يمكن لكم تتواصلوا معنا على الخاص عبر الفيسبوك او لا الانستغرام ديالنا كي مكتوب بنا في الشاشة كنتمنى ديالكم استفتوا من هذا الفيديو هذا وكنت من لكم اتفاق لكم كامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته